أصبار ليست معركة واحدة بل معارك هي الأشد وفقا لمقاتلين في جبهات نهم منذ 2015 المعارك مستمرة وتدور رحاها على امتداد 40 كم أفقيا تكون في أوجها أثناء ملاحم السيطرة على القمم وقطع خطوط الإمداد تكاد الأنساق لا تتوقف ولا يزال المدد والنفير مستمرا من الطرفين باتجاه الميدان مصادر في الجيش أكدت أنها طالبت التحالف للتدخل منذ أربعة أيام لكنه صم آدانه عند الحاجة وحين حضر كان الوقت قد أزف المعلومات من الميدان تفيد بأن الانسحابات التي جرت كانت في الميسرة وأن الميمنة والقلب لا يزالان في قبضة الجيش وكتائب الجيش بصدد إعادة ترتيب صفوفها استعدادا لجولة كر أخرى على نفس الصعيد أكد اجتماع لقيادة الجيش في مارب استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في كافة محاور وجبهات القتال وقال بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع إن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعت فيه مهما كلف الأمر من جهتها قالت الحكومة اليمنية إن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في ظل وجود المبعوث لأمم مارتين جريفت في صنعاء يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية محمد الحضرم نشرته وكالة سبأ الحكومية قال فيه إن ميليشيا الحوثي تتحمل وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام وإفشال اتفاق استوكولم مؤكدا بأن الحكومة لم تعد ترى جدوى من اتفاق الحديدة ولن تسمح باستغلاله لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها وبدورها دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس هادي والتحارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة ودعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث الذي غادر اليوم صنعه بعد لقائه قيادة الميليشيا الانقلابية اكتفى بالتعبير عن قلقه الأخير إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف حسب قوله داعيا الأطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية بالنظر إلى مجريات الأمور ومستجداتها يبقى التساؤل مفتوحا حول حقيقة دور التحالف وطبيعة دعمه وإسناده للجيش الوطني في معركته لاسترداد الجمهورية